مبارح نجمنا الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفر بول الإنجليزي والمنتخب الوطني كان حديث العالم كله وكل الصحف والمواقع الرياضية ده ليه؟ بسبب الهاتريك التاريخي اللي سجلوا فيه شباك جلاسكو رينجرز لسكوتلندي طبعا الناس بتقول ان هذا الفريق فريق متواضى لا الفريق ده اكتر فريق اسكوتلندي محقق للقب الدوري وبينافز دايما سلتك على لقب الدوري فهو فريق كبير جدا وكانت المباراة مبارح جمعت الفريقين في دور المجموعات في بطول الدوري أبطال أوروبا صلاح زي ما حضرتكم تابعته أكيد ما شاركش من بداية المباراة وبالمناسبة ده رقم قياسي لأنه أول هاتريك للاعب بديل نزل بدل ننزل فيه الديئة 68 في الديئة 75 سجل الهدف الأول بعدها على طوله طبعا كان الرابع ليفر بول يعني هو كان نازل وكده كده ليفر بول كان كسبان ثلاثة فسجل الهدف الأول بقى أربعة في الديئة 80 الهدف الثاني وغب على طول الهدف الثالث لصلاح بعدها بدقيقة واحدة على طول راح صلاح مسجل الهدف الثالث والهاتريك ليه والهدف السادس ليه الردز صلاح سجل مبارح تلات هداف في ست دقايق واثناشر ثانية وده أسرع هاتريك فيه تاريخ دوري أبطال أوروبا الماتش خلص مبارح 7-1 لصالح ليفر بول وكده صلاح بيكسر الرقم القياسي عشان يبقى أكتر لعيب الأندية الإنجليزية تسجيلاً للأهداف في دوري الأبطال دوري أبطال أوروبا مبارح الصفحة الرسمية للشامبينز ليج كتبت أن صلاح سجل أسرع هاتريك فيه تاريخ البطولة كمان صفحة ليفر بول الرسمية قالت أن صلاح سجل تلات أهداف في ست دقايق واثناشر ثانية وأيضاً شبكة سكواكا المهتمة بالإحصائيات العالمية عملت إحصائية بتثبت بالفعل أن محمد صلاح هو صاحب الرقم القياسي كأسرع هاتريك فيه البطولة الأوروبية كان فيه انتقادات كتيرة لمحمد صلاح أو وقت تجديد محمد صلاح عقده مع ليفر بول من كام شهر وقالوا أن الرقم اللي جدد بيه محمد صلاح ده رقم كبير قوي وده الأغلى فيه تاريخ النادي الإنجليزي جدد معهم العقد بـ 400 ألف استرليني في الأسبوع وكان قبل كده كان كام 200 ألف استرليني في الأسبوع فقالوا أن ده رقم كبير جداً على محمد صلاح خصوصاً لمستوى الفترة دي مش أحسن حاجة لكن محمد صلاح رجع ويقولهم أنا موجود صلاح دلوقتي بقى من متصدرين بطولة دوري أبطال أوروبا في عدد الأهداف خمس أهداف متساوي مع هالند ومع ليفندوفسكي فصلاح بيقول أنا موجود ودايما محمد صلاح في المباريات المهمة أو دايما كل فترة كده عنده الدافع محمد صلاح دايما عنده الدافع أنه يقول أنا الأفضل دايما موجود ودايما منافس ودايما حاضر مباراته القادمة مع منشستر سيتي هتكون مباراة مهمة جداً خصوصاً مع الفرق فيه ترتيب الدوري الإنجليزي ما بين منشستر سيتي التاني وما بين ليفر بول العاشر لكن محمد صلاح بعد الأهداف اللي سجلها احنا شفنا لما تانيه هو بيقول أنا موجود فربنا يحميك صلاح ودايما محطم كل الأرقام القياسية